اشتركوا في القناة لننضغط الواي فاي الخاصة بنا سننذهب بلاي ستوري سنكتب فاين ونضغل روشيرش هو هذا بهذه العلمة الزرقة ونننشئ هنا بننشئ نضغل نضغل سنخرجنا على هذا الشكل قبل نربطه بالمتصفح أو نربطه بجوجل بجيميل خاص بنا على هذا الشكل علينا تشغيل شبكة الواي فاي هكذا نضغط على هذا العلامة أو السهم الدائري هكذا لكي يبدأ في البحث عن الشبكات التي تستعمل الواي فاي الخاص بنا هكذا لحد الآن أربعة شبكات هنا أربعة شبكات سامسونج أوبو أوبو هذا كان يستعمل وخارج هواوي هذا أوبو في الوسط هو الخاص بالهاتف الخاص بي هذا سامسونج وأوبو الأخر يستعملان الواي فاي الخاص بي هنا إذا نزلنا إلى الأسفل هنا بخيفيريك هنا غيزو بخيفيريك نحن الآن في بخيفيريك ونستعمل هذا السهم الدائري في البحث عن الشبكات التي تسرق أو التي تستعمل واي فاي خاص بنا نأتي إلى هذا السامسونج نضغط عليه هكذا لنعرف المعلومات الخاصة به هكذا إذا نزلنا في الأسفل هكذا نعرف الأدرس إذا أردنا سيبريمي أو إفاسي من هنا من هنا أو ندخل على الراوتر الخاص بنا ونحتيفه من الشبكة مفهوم نرجع هكذا هذا تطبيق جميل وسهل لا يحتاج إلى إلى أمور معقدة في البحث هو من أكثر التطبيقات المهمة التي يجب أن تكون لدينا وهو يساعد في التحكم في الشبكات الواي فاي الموجودة في الجهاز ومعرفة حجم سرعتها ومعرفة من يسرقها ومن متصر بها نفهوم هكذا كما قلنا السهم الدائري في الأعلى نبحث به وعلينا ربط الهاتف أولا بجهاز الواي فاي الخاص بنا نختار أي شبكة وي فاي متصلة بنهاية هكذا نتمنى أن يعجبكم هذا التطبيق هو التطبيق جميل